عامل الحرسة الثورية الإيراني اللواء حسين سلامي والذي أكدت تصريحاته العديد من الوكالات الإيرانية مثل وكالة مهر نيوز ووكالة تسنيم وكذلك وكالة سبوتنيك أيضا الروسية والأمر مرتبط بهجوم إسرائيلي في اليومين الماضيين في داخل سوريا أدى إلى مقتل سعيد أبيار أحد مستشاري الحرسة الثورية الإيراني الذي قتل جراء الضربة الإسرائيلية هنا في معمل لصهر النحاس في مدينة حلب وتحديدا إلى غرب بلدة حيان ضرب هذا المصنع قتل هو وشخص إيراني آخر بالإضافة إلى مقتل ثلاثين آخرين ثلاثين بين قتل وجريح من الجسيات السورية وغير السورية جراء هذه الضربة وكانت هناك تحديثات جديدة قادمة من القمر الصناعي توضح النقطة بالضبط التي استهدف فيها سعيد أبيار وإسرائيل طبعا إصطادته في هذه المنطقة هذه مدينة حلب هنا بلدة حيان التي نراها وهذا هو بالضبط المصنع الذي ضرب فيه وقتل فيه سعيد آبيار إذا ما ابتعدنا قليلا للتأكد من الصور المحدثة من الأقمار الصناعية سنلاحظ بأن هناك مبنى ومستودع كبير كما هو واضح مبنى ثاني مبنى ثالث وهذا هو المصنع الذي كان هدفا ونلاحظ أيضا بعض العلامات على الأرض التي ستطابق وستكون مطابقة تماما للصورة التي نراها هنا ولاحظ هنا نفس العلامات تماما والمباني وهذا هو المصنع النحاس الذي نتحدث عنه وبالتالي لاحظ التغير الذي جرى هنا على هذه النقطة تحديدا هنا في التاسع والعشرين من مايو ولاحظ ما الذي جرى في الثالث من يونيو الحالي أي في اليومين الماضيين هنا قبل وهنا بعد لاحظ الدمار الكبير والضربة الكبيرة التي جاءت هنا وتحديدا في هذه المنطقة هذه النقطة فعليا التي ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي هنا قبل وهنا بعد والمبنيين واضح جدا هي التي ضربت هنا خصورة واضحة من القمر الصناعي ونحاول أن نقترب منها وسنفهم تماما أن هذه الضربة كانت باتجاه هذا المصنع الذي يبدو بأن سعيد أبيار كان موجودا فيه وضربة أخرى أيضا باتجاه هذه النقطة التي أدت إلى مقتل كل من في هذا المصنع من الفصائل المسلحة المقربة من إيران وكانت هناك معلومات متداولة كثيرة عن هذا المستشار في الحرس الثوري الإيراني قالت بأن هذا الرجل ورتبة هذا الرجل هي لواء في الحرس الثوري الإيراني وبأنه قائد العمليات العسكرية الإيرانية في سوريا منذ عام 2020 وأكبر دليل على أهمية هذا الرجل هو حضور القائد العام المحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي نتحدث عنه اليوم إلى مراسم تشييع سعيد أبيار بهذه الطريقة وهنا صدرت التصريحات من سلامي الذي قال الآتي اليوم على إسرائيل أن تنتظر ردنا على اغتيال المستشار العسكري في سوريا سعيد أبيار سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة وعليهم أن ينتظروا الجواب وهذا يعتبر أيضا أول اعتراف من قبل الجانب الإيراني لمقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد العملية الخطيرة التي نفذتها إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل من هذا العام الضربة التي دمرت القنصلية الإيرانية بالكامل وأخرجت السفارة الإيرانية تماما عن الخدمة وأدت هذه الضربة إلى مقتل سبعة من أبرز عناصر الحرس الثورية الإيراني وهو الأمر الذي دفع إيران إلى أطلاق عملية الوعد الصادق الذي استخدمت فيه الطائرات المسيرة وكذلك أيضا الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز لتستهدف للمرة الأولى على الإطلاق إسرائيل بهذه الطريقة وبهذا الشكل وفعلا تمكنوا من إصابة قاعدة نفات في نهاية المطافة القاعدة الخاصة بطائرات الأف خمسة وثلاثين الشبح وهي ليست بعيدة أبدا من مفاعل ديمونا لترسم إيران من خلال هذه العملية معادلة جديدة ضد إسرائيل إن قمت يا إسرائيل بأي هجوم في المستقبل ضد أي عنصر من عناصر الحرس الثورية الإيرانية على سبيل المثال في سوريا أو قمت بأي ضربة أدت لمس السيادة الإيرانية فإننا سنستهدف إسرائيل بشكل مباشر لكن واضح جدا من العملية التي جرت في اليومين الماضيين بأن إسرائيل لم تهتم أبدا لهذه المعادلة التي حاولت إيران من خلقها ومن تحقيقها ضد إسرائيل وتمكنوا من إصابة هذا المستشار في الحرس الثورية الإيراني سعيد آبيار هنا في مدينة حلب في جبهة مختلفة تماما عن الجبهة باتجاه إسرائيل طبعا بمرتفعات الجولان هذه جبهة مختلفة هي باتجاه هيئة تحرير الشام وإسرائيل مع ذلك عرفت المعلومات وجمعت المعلومات المطلوبة لتقم بهذا الاستهداف المباشر ولتؤدي هذه الضربة إلى مقتل هذا المستشار ولتستفز إيران تماما وجعلت حسين سلامي أن يصدر هذه التصريحات التي نتحدث عنها اليوم بالتالي السيناريوات مفتوحة لطبيعة ما توعد به القائد العام للحرس الثورية الإيراني فيما ممكن أن تقوم به إسرائيل إذا ما كان هجوما مباشرا أو غير مباشرا على إسرائيل لكن أيضا لا بد من الانتباه أن هذه التصريحات الصادرة من سلامه لا تأتي في توقيت عادي هي تأتي في توقيت يجري فيه تصعيد كبير باتجاه حزب الله اللبناني من قبل إسرائيل إسرائيل أصبحت لديها أو لها نوايا لحرب مباشرة على حزب الله في ظل تصعيد كبير بين الطرفين تصاعد بشكل هائل خلال هذا الأسبوع تحديدا وبالتالي يبدو بأن إيران تريد أن تستغل مسألة مساندة حزب الله اللبناني فيما ممكن أن يكون قادما ضد هذا الحزب المهم الذي يعتبر هو أهم الأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط بسبب قدراته وتدريبه وتسليحه وإمكانياته المتفوقة تماما على الكثير من الفصائل أو أغلب الفصائل الموجودة في المنطقة بل بسبب أن هذا الفصيل هو الفصيل الوحيد الذي يمتلك حدودا مباشرة على إسرائيل ولديه قدرة فعلا على مواجهة إسرائيل وإلحاق الخسائر بالجانب الإسرائيلي وعلى هذا الأساس يبدو أن سلامي وإيران تستغل مسألة الآن استهداف هذا المستشار في الحارس الثورية الإيراني كذريعة لها لتصعيد مباشر على إسرائيل لمحاولة مساندة وحماية حزب الله قدر الإمكان وإسرائيل فعلا يبدو بأنها جادة الآن للتقدم باتجاه لبنان ليس فقط بسبب الإعداد العسكري لا أبدا بل بسبب التصريحات التي رأيناها والقادمة من عدد من العناصر المهمة في الجيش الإسرائيلي مثل رئيس الأركان العام للجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الذي قال بأن الجيش يقترب الآن من نقطة القرار على طول جبهة الشمالية والجيش الإسرائيلي مستعد للغاية لهذا القرار كذلك صباح هذا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي آف غالانت وصل إلى شمال إسرائيل واجتمع بالقيادة الشمالية اطلع على التحضيرات على التدريبات على الخطط المعدة للبدء بالتقدم باتجاه جنوب لبنان بعملية عسكرية كبيرة وخطيرة للغاية وأيضا في نفس الوقت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو اليوم قال بأننا ونحن مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال بطريقة أو بأخرى سوف نعيد الأمن إلى الشمال كذلك أن هناك ضربات كبيرة بدأت الليلة الماضية من قبل سلاحة جو الإسرائيلي ضربت العديد من النقاط والبنى التحتية الخاصة بحزب الله الحدودية مع إسرائيل وكانت هناك تقارير محلية إسرائيلية تحدثت ببساطة بأن المستوطنات الإسرائيلية والبيوت الموجودة فيها اهتزت من شدة الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان باتجاه مواقع حساسة لحزب الله ويدو بأن الأمر شيئا فشيئا بدأ يصبح خطيرا الآن في لبنان خاصة وأن كان هناك إطلاق للنار بحسب ما صدر من قبل السفارة الأمريكية في بيروت إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية وهذه ليست من المشاهد التي نراها يوميا طبعا وقالت السي بي أس نقلا عن الأسوشييت برس بأن أربعة أشخاص وأربعة مهاجمين هم الذين نفذوا عملية أطلاق النار والهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت ولكن الواضح جدا من خلال هذه المقاطع المصورة أن شخصا واحدا هو الذي كان يطلق النار مباشرة على السفارة الأمريكية كما نلاحظ طبعا القل قبض عليه بعد إصابته وكذلك تضح لهم بأنه يحمل أجنسية السورية لكن لا بد من الانتباه أن الحزب الله اللبناني لديه عناصر في سوريا ولديه عناصر في لبنان وممكن أن يكون لبنانيا يحمل أجنسية السورية لحرية الحركة في داخل سوريا بشكل عام ننتظر ونرى طبيعة التصريحات حول هذه العملية لكنها طبعا تعتبر انذارا خطيرا للغاية وبشكل عام إسرائيل لديها معضلة بحسب إزرائيل ريدار فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية تجاه جنوب لبنان ما إذا كانت إسرائيل فعلا ستحقق أو من الصائب بالنسبة لإسرائيل أن تتخذ القرار الآن للتقدم إلى لبنان أو تنتظر قليلا لعام أو لعامين بالنسبة للخيار الأول والمعضل الأولى بالنسبة لإسرائيل أولى هذه الأمور بأن هناك إيجابيات من بدء العملية الآن أو قريبا أو في الأيام القليلة القادمة على حزب الله بسبب أن الجيش الإسرائيلية الآن انتشر بشكل كبير في الشمال الإسرائيلية المنطقة أصبحت معدة عسكريا للتقدم المناورات انتهت التدريبات أصبحت واكتملت وأصبحت جيش جاهز لعملية التقدم على حزب الله اللبناني والذريعة الدولية حاضرة بالنسبة لهم للقيام بهذا الهجوم كذلك لا بد أن لا ننسى بأن حركة حماس الآن ضعفت كثيرا خلال هذه المعركة الجارية في قطاع غزة وأن الجيش الإسرائيلية تقدم في مدينة رفح لم تعود هناك ترسانة صاروخية كبيرة لدى حماس من الممكن أن تؤثر على وضع القوات الإسرائيلية ورغبتها بالتقدم إلى جنوب لبنان وبالتالي تصبح الأولوية لجنوب لبنان تحديدا وهذه المعركة ولكن أيضا في نفس الوقت أن انتظر الجيش الإسرائيلي لعام أو لعامين فمن الممكن أن يستفيد من طبيعة الأموال أن تزداد الأموال والدعم الذي يتحصلون عليه وكذلك تزداد الذخيرة وأيضا تزداد المعلومات التي يقومون بجمعها ضد حزب الله اللبناني وأيضا أن الجيش الإسرائيلي سيرتاح قليلا لعام ولعامين من هذه الحروب والتصعيد الكبير الجاري الإقليمي وبهذا الجيش الإسرائيلي يصبح أكثر استعدادا لتحقيق عملية ناجحة ضد حزب الله كذلك لا بد من الانتباه بأن القادة في العالم القادة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا القادة الأوروبيين من الممكن مع الانتخابات القادمة أن يتغيروا إلى قادة آخرين قادة يدعمون إسرائيل بشكل أكبر من الدعم الذي ممكن أن تتحصل عليه إسرائيل ضد حزب الله اللبناني أما بدأت بالهجوم الآن وكذلك في نفس الوقت أن بنيامين نتنياهو لا يمتلك هذه الشعبية كبيرة هناك اعتراضات كبيرة من المحليين أو من الشعب الإسرائيلي بشكل عام هذه الحكومة فشلت وأخفقت سياسيا وكذلك أخفقت على المستوى الاستخباري هناك كثير من المعارضين ضد هذه الحكومة وبالتالي الانتظار لعام أو عامين بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة من الممكن أن يؤدي إلى حكومة إسرائيلية جديدة مدعومة من الشعب الإسرائيلي مع قادة جدد في المنطقة وبالتالي الجيش أيضا مستعد كما تحدثنا على العديد من المستويات المادية السلاح المعلومات وبالتالي ستوفر كل هذه ظروفا جيدة لإسرائيل للتقدم باتجاه حزب الله اللبناني وتحقيق هجوم ناجح للغاية ولكن أيضا العيب في هذه المسألة أو نقاط الضعف في عملية الانتظار هي إن من الممكن بعد سنة أو سنتين لا تمتلك إسرائيل الذريعة الكافية للقيام بالعملية التي تبحث عنها وهذه الذريعة هي متوفرة الآن بالنسبة لناتنياهو ترجمة نانسي قنقر